خلال روح نشوف أخبارنا الحقيقة أول خبر عندي موسماني قال هذا الشخص لا يمثلني وعلاقتي بالأهلي لا تحتاج إلى كلام زي ما قلت لحضراتكم كلام كتير جدا عن موسماني خلال الفترة السابقة وبيتسو موسماني من خلال الموقع الرسمي اللي نادي الأهلي عبر عن استياءه من حازم الحديدي الذي يتحدث باسمه في وسائل الإعلام ويدعي أنه وكيل أعماله وأضاف أن الحديدي ليس وكيله ولا يرتبط معه بأي علاقة من أي نوع ولم يمنحه حق الحديث باسمه بل ولم يلتقي به إلا مرة واحدة عند استضافته بإحدى القنوات بدعوة أنه كان مسؤولا عن إنتاج الحلقة وبالتالي فإن ما جاء على لسان حازم الحديدي بخصوص موسماني هو غير مسؤول عنه ولا يعلم عنه شيئا ولا يدري لماذا يفعل كل هذا وأنه سوف يقوم بإبلاغ إدارة النادي لاتخاذ الإجراءات لإيقاف هذا الشخص وكلامه عن علاقته التعاقدية بالنادي وقال أن الأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى كلام وما تم الاتفاق عليه مع الإدارة بموافقة الطرفين بموافقة الطرفين تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام بشكل رسمي وبكل وضوح ولا يوجد أي جديد للحديث عنه والعلاقة بيننا مستمرة بكل الحب والتعاون والثقة المتبادلة وأن الهدف واحد وهو مصلحة الفريق وتركيزه حاليا مع لاعبي وجهاز المعاون على إحراز الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي لا سيما في ظل الدعم والمسندة الذين يلقاهما من إدارة النادي وكل المحبين للنادي الأهلي محاضرة لمسيماني والتركيز على التدريبات الفنية والخططية كالعادة الحقيقة دائما من الخبر ده بيبقى موجود معنا مسيماني من المدربين اللي بيعتمدوا على المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو بشكل كبير جدا مع التمرين 60 دقيقة في الجم لللاعبين قبل انطلاق التدريب طبعا دي كلها أمور خاصة بالنحية البدنية والفريق أفشا بينتظم في التدريبات الجماعية طبعا بعد زواجه النجم محمد مجدي أفشا بينتظم اليوم في التدريبات الجماعية النهاردة حسين الشحات بيشارك في جزء من التدريبات جزء بس من التدريبات قال الدكتور أحمد أبو عبلة أن حسين الشحات لعب الفريق شارك في جزء كبير من الميران الجماعي اليوم على ملعب التتش إن شاء الله لسه مش عارفين هنقول لحضراتكم في اليومين القادمين هل سيكون حسين الشحات جاهز إن شاء الله للمباراة القادمة ولا لأ تدريبات شقة كالعادة أيضا لثلاثي حراس حراسة المرمة وميشيل نيانكن طبعا علي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء نزلت برد وراء غياب كهرباء عن التدريبات اليوم زي ما حضراتكم شايفين كابتل محمود الخطيب مبارح واقف ساعتين أو ثلاث ساعات بيتكلم وبيقول وبيشرح للجمعية العمومية اللي بيحصل النهاردة متواجد وبالمناسبة كان متواجد من الصبح الحقيقة في النادي لإنهاء بعض الأمور وكابتل محمود بعد ما خلص راح على تدريب الفريق الأول تأهيل منفرد لمحمود متولي والدكتور أبو عبلة بيكشف تفاصيل إصابة صلاح محسن ومدة غيابه ده طبعا محمود متولي النهاردة تأهيل منفرد زي ما حضراتكم عارفين عنده إصابة إن شاء الله يرجع منها بألف سلامة ودكتور أحمد أبو عبلة بيكشف تفاصيل إصابة صلاح محسن ومدة غيابه قال إن الأشعة عذبتت إصابته ببداية شرخ إجهادي في مشطية القدم الحقيقة بتبقى صعبة جدا الشرخ الإجهادي ده بيبقى صعبة جدا عشان الناس بس ما تتخيلش إنه هو حاجة سهلة لا حاجة صعبة وقال إنه هو هيخيب عن التدريبات والمباريات لمدة تصل إلى ثلاث أسابيع الأهلي أيضا بيتلقى خطابا من الحرس الوطني قبل مواجهة العودة بدوري الأبطال قال إن المباراة إن شاء الله المباراة تبقى في تمام الساعة السابعة من مساء السبت المقبل باستاذ الأهلي والسلام في إياب دور الاثنين وتلاتين